اشهد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصص القرآن العظيم قصة أصحاب الكهف قال الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدة وهذا النبأ العجيب الذي قصه الله سبحانه وتعالى علينا في هذه السورة وهي السورة الكريمة في نصف القرآن الكريم هذه السورة التي من قرأ فواتحها على المسيح الدجال عصم من شره وذلك لما فيها من هذا النبأ الذي أخبرنا الله به أو الفتية إلى الكهف إنهم شباب صغار فتية في ريعان الشباب يجأرون إلى الله بالدعاء أن يهيئ لهم من أمرهم رشدة أن يثبتهم ويحفظهم من الشر وأن يسر لهم كل سبيل يوصل إلى الخير ويوصد عنهم كل طريق يأتي منه الشر وفي هذا مشروعية الدعاء في حال المحنة والفتنة أن العبد يلجأ إلى الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا تضرعوا وحال هؤلاء الفتية الذين فروا ولجأوا إلى الله عز وجل يقولون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فجمعوا بين الفرار من الفتنة وبين التضرع وسؤال الله أن ييسر أمورهم إنهم لم يتكلوا على أنفسهم بل اتكلوا على ربهم عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد به الأمر يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك موسى عليه السلام لما اشتد عليه الأمر لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين إبراهيم عليه السلام لما جاءت اللحظة الحرجة وألقي في النار قال حسبنا الله نعم الوكيل هذه الكلمة التي قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل لهم إن الناس أي الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم وسيعيدون الكرة عليكم بعد الهزيمة التي صارت في أحد ويستأصيلونكم لماذا يلجأ المؤمنون إلى الله في الشدة؟ لأنه هو كاشف الضر سبحانه وتعالى وإذا كان الله هو الذي يملك الخير ويكشف الضر ويجلب النفع لا يفعل ذلك إلا الله فلماذا لا يلتجئ العباد إليه في أوقات الشدة؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إذن هؤلاء فتية كانوا في بلد أهل البلد على الشرك والشرك بالقوة يحملون عليه حملا هداهم الله إلى التوحيد واحدا بعد واحد ما كانوا في عائلة واحدة وإنما تعرف بعضهم إلى بعض ما الذي جمعهم التوحيد؟ هؤلاء الفتية الذين اجتمعوا على الخير واجتمعوا على الحق هؤلاء لما رأوا اضطهاد قومهم وأنهم سيحملونهم على الشرك بالقوة آثروا الفرار بدينهم إن ترك البلد صعب إن هجرة الوطن صعبة إن مفارقة الأهل عسيرة ولكن الله سبحانه وتعالى يسر على أهل الحق عندما يهاجرون ابتغاء وجهه والذي عمله هؤلاء الفتية في الحقيقة هو نوع من الهجرة لأنهم تركوا وطنهم لله فارقوا بلدهم لله تركوا أهلهم لله وخرجوا اجتمعوا في ذلك المكان هؤلاء 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 القوم أرواح مجندة تعارفت تعارفت فتآلفت نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية وصفهم بالفتوة قال أهل العربية رأس الفتوة الإيمان هذا ما معنى رأس الفتوة الإيمان أيها الإخوة إن كلمة فتية من جموع القلة في اللغة العربية وجموع القلة يعني أقل من عشرة قال عز وجل إنهم فتية وفتية من صيغ جموع القلة إنهم دون العشرة وسيأتي في التحقيق أنهم سبعة وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا انشطط فالله ثبتهم والله صبرهم والله هداهم ودلهم على الحق والحقيقة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فهو الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا ليست الأوثان ولا الأصنام لقد قلنا إذن شططا لو قلنا بمثل ما يقول قومنا لبعدنا عن الصوار صارت القضية شطط إن أصحاب الفطرة السليمة يستدلون بتوحيد الربوبية على توحيد الولوهية ما دام الرب هو الخالق الرازق إذن هو الذي يستعق العبادة وحده لا شريك له هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة يشكون إلى الله أمر قومهم المشركين اتخذوا آلهة من دون الله بدون دليل لو لا يأتون عليهم بسلطان بين أين الدليل على أن هذه الأصنام آلهة هل ينفعونكم إذ تدعون هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ما هو الحل إذن إذا أطبقت الجاهلية على البلد وصار الجميع على الباطل ولم تنفع النصيحة ولم تفد الدعوة ولا يلد إلا فاجرا كفارا ما هو الحل وإذ اعتزلتموهم نحن نخشى على أنفسنا من قومنا وقومنا لا يستجيبون فما هو الحل لو بقينا معهم فتنون عن ديننا عذبونا ما هو الحل وإذ اعتزلتموهم الهجرة ترك البلد وما يعبدون اعتزلوهم وما يعبدون إلا الله فإنه معكم وأنتم معه تعبدونه فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته إذن هناك حسن ظن بالله أن الله لا يخيب من لجأ إليه وأن الله لا يتخلى عن من آوى إليه ينشر لكم ربكم من رحمته هذا هو حسن الظن بالله وعدم اليأس من رحمة الله قال ويهيئ لكم من أمركم مرفقة فهم يعتزلون أديان أهل الأرض إلا عبادة الله وهم يتبرؤون من كل إله سوى الله ويستشعرون معية الله للمؤمنين ويدعون ربهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدة لما دخلوا إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأووا إليه والإنسان يحتاج لمأوى ذهبوا إلى البرية فما الذي يحميهم من وحوش كاسرة أو أعداء أو يختبئون من قومهم الحل هذا الكهف ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يلقي عليهم النوم في الكهف والله يلقي النوم على عباده للطمأنينة كما ألقى النوم على الصحابة في بدر حتى أن ذقن أحدهم تضرب في صدره من النوم الذي نزل وغشيهم وأصحاب الكهف ألقى الله عليهم النوم أيضا النوم راح للأجساد وطمأنينة للقلوب ولذلك ألقى الله النوم على أصحاب الكهف ولكن لا بد من حفظ بأسباب وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم فهي تميل يمينا عنهم عن الكهف وعند غروبها تميل شمالا لألا ينالهم الحر مباشرة فتفسد الأبدان وأين كانوا في فجوة منه في متسع من الكهف ليطرقهم الهواء والنسيم ويزول عنهم التأذي بالمكان الضيق مع طول المكث والله عز وجل يحفظهم بحفظه فيسر لهم هذا الكهف وجعل الشمس تميل عنهم يمينا وشمالا لألا ينالهم حرها مباشرة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله وهذا الحفظ صار بالنسبة لهم نوما وأعينهم مفتوحة لم تنطبق لألا يسرع إليها البلا لأن إذا بقيت ظاهرا للهواء كان أبقى لها ولذلك قال الله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود فالأعين مفتوحة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فلو لم يقلبهم لأكلتهم الأرض ولتعفنت أجسادهم وهذا من حفظ الله لأبدان أوليائه الصالحين الله يحفظ أوليائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك فهؤلاء لما حفظوا الله حفظهم الله فحفظ أبدانهم وجعل لهم هذا الحارس على باب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فهو جالس خارج الباب والملائكة لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولذلك لم يكن في الداخل وإنما كان في الخارج فأين هذا من الذين يقلدون للكفار اليوم بإدخال الكلاب إلى بيوتهم بدون حاجة وإنما تقليد للغرب وربما وقفت العروس بيدها باقة الزهور وبيدها الأخرى حبل الكل لو اطلعت عليهم لوليت منهم ثرارا ولملئت منهم رعبا ليس هذا بسبب أن شعورهم طالت جدا أو أظفارهم طالت جدا كما يظن البعض ولكن لأن الله ألقى عليهم خوفا أو ألقى عليهم هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف منهم خاف منهم لو اطلعت لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت ليس لارتعبتا لملئت منهم رعبا إذن هذه المهابة والخوف الذي يلقيه الله في نفس من اطلع عليهم لألا يمسهم بسوء لو واحد جاء وألقى عليهم نظرة لفر فرارا ولملئ رعبا مما جعل الله لهم من الهيبة ويحسبهم الناظر أيقاض حفظهم الله سبحانه وتعالى بالرعب الذي نشره في قلب من يطلع عليهم وشاء بعد ثلاثمائة وتسع سنين أن يبعثهم من رقدتهم الطويلة وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وهذا ما يدل على أن الله حفظ أشكالهم لو كانت الأظافر طويلة جدا والشعور طويلة جدا إذن لقالوا نحن لبثنا عشرات السنين أو مئات السنين لكن كانت مناظرهم طبيعية ولذلك لما تساءلوا بينهم كم ياترنمنا وكم لبثنا في الكهف كان الجواب يوما أو بعض يوم إذن هم لم يحسوا بشيء غير عادي كم لبثتم يوما أو بعض يوم وهذا مبني على الظن والاشتباه ولذلك لما ما حددوا بدقة كم ردوا الأمر إلى الله قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وهذا رد الأمر إلى الله فيما لا يعلمه الإنسان من أدب المسلم مع ربه ومن اشتبه عليه علم ما لا يعلم رده إلى عالمه المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا وهو علام الغيوب الله سبحانه وتعالى لكن المهم ما هو الآن بعدما استيقظوا من النوم ليس المهم كم لبثوا وإنما المهم العدو الذي اختفوا منه لقد اختفوا من قومهم فاحرصوا أن لا يرواكم ولا يشعروا بكم إنهم يظهروا عليكم ويطلعوا عليكم يرجموكم ويقتلوكم أو يعيدوكم في ملة بالإكراه ولن تفلحوا إذا أبدا لو رجعتم في الكفر بعد إذ أنقذكم الله منه لكن الله سبحانه وتعالى شاء بحكمته أن يجعل الناس يعثرون عليهم ويكتشفونهم ويعرفون قصتهم وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق أطلع الله أطلع الله على حال أهل الكهف وأراد ربنا أن ينشر فضيلتهم أراد الله أن ينشر فضلهم وأن يعرف الجميع حالهم ولذلك لما شعروا بالجوع وأرادوا طعاما أوصل واحدا منهم أن يذهب بهذا الورق الفضة فيشتري لهم طعاما ويستخفي ويخفي أمرهم لماذا خشية أن يعرف بهم القوم لم يكونوا يعرفون أن قومهم قد ماتوا وجاءت أجيال لكن بقيت القصة موجودة في الأجيال فلما استيقظ القوم أهل الكهف في جيل عنده خبر من من مضى أن هناك فتية خرجوا من البلد واختفوا ولا يدرى ما حالهم خرج مجموعة من الشباب من البلد واختفوا وانقطعت أخبارهم هذا الكلام بقي موجودا في الأجيال الجيل الذي بقي كان في وقتهم بعدما استيقظوا فلما ذهبوا قيل إن الورق أو الدنانير والدراهم كانت تضرب مسكوكة حسب الحاكم وتاريخ ذلك الوقت فلما ذهبوا ليشتروا بالمال الذي معهم يفاجأ البائع أن هذه دراهم قديمة مضروبة هذه أثرية هذه نقود أثرية هذه عملات نادرة فكان هذا الذي لفت النظر واشتهر الأمر وانتشر الخبر هذا من المفقودين هذا من الشباب الأولين وتسامع الناس وجاءوا واجتمعوا وعرفوا الخبر فعظموهم وأكرموهم ولما ماتوا قال الذين غلبوا على أمرهم أي أولياء الأمر في ذلك البلد لنتخذن عليهم مسجدا وليس هؤلاء الحكام في ذلك الوقت من أهل الدين حتى يقال كيف بنوا مشهد على القبر ليس حجة قال الذين غلبوا على أمرهم يعني أهل السلطة غلبوا قرار لنتخذن عليهم مسجدا سنبني مسجدا على قبورهم وغير هذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا تعارض مع شرعنا وبما أن شرعنا قد جاء بعدم جواز البناع القبور فحتى لو كان موجودا في شرع من قبلنا جواز البناع القبور حتى لو كان على فرض فإن شرعنا قد جاء بخلافه لعن الله اليهود والنصار اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أولئك كانوا إذا كان فيهم رجل الصالح مات بنوا على قبره مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا لكن لماذا أعثر الله عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة أتية لا ريب فيها وأن مهما مات الناس ومهما بقوا في القبور فإن الله سيبعثهم وهذا مشهد يقرب الأمر ناس ناموا ثلاثمائة سنة وبعثهم الله فالذي ينام أكثر من ذلك يموت فإن الله يبعثه الرقد التي في القبر يبعث الله أهلها كم عددهم أهل الكتاب عندهم ممارات وعندهم جدل وعندهم نغاشات كثيرة في الموضوع سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغير ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم الله عز وجل حكى ثلاث أقوال حكى ثلاثة أقوال في اثنين منها قال رجما بالغير والثالث ما قال عنه رجما بالغير ابن عباس رضي الله عنه قال أنا من القليل أنا من القليل ما يعلموا إلا قليل كانوا سبعة وثامنهم كلهم كانوا سبعة لماذا لأن الله لما حكى الأقوال حكى ثلاث أقوال فقط ثلاثة أقوال فقط القول الأول ثلاثة رابعهم كلبهم القول الثاني خمسة وسادسهم كلبهم القول الثالث سبعة وثامنهم كلبهم في قولين منها أتبعه بأنه رجم بالغير كلام بغير دليل رجم بالغير سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغير ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فما فيه إلى ثلاث أقوال اثنين منها رجم بالغيب فمعناها الثالث هو الصحيح وعلى أي حال لو قال واحد طيب الآن نحن عرفنا نحن ثلاثمائة واحد عرفنا نقول ولو ولو عرفنا سيبقى الذين يعلمونهم بالنسبة للذين لا يعلمونهم قليل ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراءا غاهرا يعني خفيفا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إذن أهل الكتاب هؤلاء أهل الكتاب لا يأخذ عنهم العلم ولا يجوز استفتاؤهم ولا اللجوء إليهم ولا الذهاب إليهم لطلب العلم المقصود علم الدين وعلم أنباء من قد سبق ولا تستفت فيهم في أهل الكهف منهم من أهل الكتاب أحدا وقد كانت هذه القصة العجيبة بدلالاتها وفوائدها وعبرها آية للمؤمنين يعرفون بها كيف ينال أهل الخير بصحبة الأخيار من صاحب الأخيار ذكر معهم وهؤلاء صار لهم شأن بل إن كلبهم قد ذكر في القرآن لأنه صاحب الأخيار فإذا كان كلب صار بهذه الدرجة لمخالطته أولياء الله الصالحين وحراستهم فما ظنك بالمؤمنين المحبين للصالحين الذين يخالطونهم ولذلك أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة ولذلك فرح الصحابة فرحا شديدا جدا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت وقال قائلهم أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر ولم أعمل بعملهم وأرجو أن أحشر معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت فهذه فائدة محبة الصالحين ومخالطة الصالحين وصحبة الصالحين والأخيار وأن يكون الإنسان معهم لقد خلّب الله ذكر الكلب في القرآن لأنه صحبة الصالحين فما بالك بمن كان من أهل الإيمان والدين وصحبة الصالحين فكيف أثرت الصحبة في البهائم فأنها تؤثر في الأخيار في الأبرار من باب أولى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فلنحرص على مجالسة الأخيار ومؤاخات الأبرار ومحبة الصالحين والخلطة بالمتقين لعلّ الله يحشرنا معهم يوم الدين وقال أحد السلف أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثة ويتمتعون بما خلف والأخ الصالح ينفرد بالحزن مهتماً بما قدم أخوه عليه وما صار إليه يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر وهو تحت أطباق الثرى يعني أن الأخ الصالح يدعو لأخيه الذي مات وربما يكون أهل همهم في ماله وثركته وإرثه وبيته لا يلتفتون إليه ولا يهتمون به كما يهتم به أخوه الصالح وكذلك فإننا نرى من هذه القصة أن مدة اللبث كانت ثلاثمائة سنة ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً بعضهم قال ثلاثمائة سنة شمسية تساوي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية لكن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله بأي تقدير الله عز وجل الأشهر عند الله المعتمدة عند رب العالمين الأشهر القمرية ولا الشمسية القمرية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إيش هي الأربعة الحرم عند الله أوغست وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لا إنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب أما أشهر الحج فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة إنما الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم متوالية ورجب الفرد المسمى برجب مضر لأنهم كثيراً ما كانوا يعظمونه في الجائلية إذن لبثوا في كهفهم ثلاثة مائة وتسع سنين قمرية هذا هو الأصل ثلاثمائة وازداد وتسعة قال بعضهم ثلاثمائة في الكهف وتسعة بعد ما خرجوا من الكهف قل الله أعلم بما لبثوا ثلاثمائة ثلاثمائة وتسعة بالنسبة لنا كعبرة لا يهمنا ثلاثمائة وثلاثمائة وتسعة المهم من طوت عليه القصة من الفوائد العظيمة والجليلة القيمة الكبيرة في هذه الدروس العظيمة التي انطوت عليها القصة كيف أن الشباب أهل الإيمان أسرع إقبالاً على الحق من الشيوخ كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا هدى الشباب تمسكوا أكثر من غيرهم وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكثرهم شباباً أسرع في الإجابة للدعوة لأن الشيوخ قد عتوا في الباطل واستمروا عليه فترة طويلة فلذلك كان تأثرهم قليلاً وأكثر من تابع النبي عليه الصلاة والسلام من الشباب نرى من القصة كيف أن الإيمان يزيد وينقص إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نرى من القصة كيف يتعارف المؤمنون ويجتمعون وعندما تكون العقيدة واحدة يكون الطريق واحداً عندما يكون التوحيد يوحد الصفوف فإن هؤلاء يجتمعون بغض النظر عن قبائلهم وأنسابهم وبالبلدانهم وجنسياتهم قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الجنود المجنذة التي تتآلف وتتعارف ما كانت على العقيدة الواحدة والدين الواحد فأهل الخير يتعارفون ولو كانوا ويتآلفون ولو كانوا من بلدان شتى فإذا رأيته في الحج جرد ما تعرف أن هذا إنسان مسلم على الدين والتوحيد والعقيدة الصحيحة كأنك تعرفه من زمان وهكذا تآلف أصحاب الكهف ثم الصدع بالحق أمام أهل الباطل هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلها وقرروا الخروج من الفتنة واعتزال الكفر وأهل الكفر إذن عزلة المسلم وفراره بدينه من الفتن هذه سنة متبعة من زمان أن الإنسان يفر المسلم إذا عجز عن مواجهة هؤلاء يفر بدينه منهم والنبي عليه الصلاة والسلام لما يأس من كفار قريش خرج منهم ومعه أبو بكر الصديق وكذلك المهاجرون تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم ودورهم تركوا أقاربهم وقبيلتهم وآووا إلى المدينة كما آوى هؤلاء إلى الكهف إن العزلة في مكان بعيد عن الناس عندما تملأ الأرض كفراً هي مرحلة زمنية معينة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر المطر يفر بدينه من الفتن إذن يأتي على الناس وقت الفرار بالدين من البلد متعين لأن الكفر يطبق حتى يأذن الله بالفرج والقصة تدل على اتخاذ الأسباب المشروعة وتدل على البركة في رفقة أهل الخير وتدل هذه القصة الحث على العلم والمباحث فيه مع أهله أما إذا كانوا جهلاً أو يدعون العلم وليس عندهم علم لا تستفت فيهم منهم أحداً فلا يجوز استفتاء الجاهل ولا من ليس عنده علم ويجب على المسلم الكف عن الخوض فيما لا يحيط به وما أتيتم من العلم إلا قليلاً والقصة فيها فائدة فقهية في جواز الوكالة في البيع والشراء لو قالوا واحد ما حكم الوكالة في البيع ما حكم الوكالة في الشراء دلت القصة على مشروعية الوكالة وجواز الوكالة من أين نأخذها؟ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ الورق الفضة غير الورق الورق الفضة بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً إذن يأتي به ويتلطف يتلطف ولا يشعرن بكم أحداً يعني لو اشترى رز مثلاً يكفي عدد كثير ولا يلفت النظر فلأ أنت لو اشتريت مثلاً كيلو رز كم يكفي؟ كذا شخص لكن لو اشتريت كيلو رز هل واحد يقول أنت عندك كذا شخص؟ لا ليس بالضرورة إذن في أطعمة تكشف عدد الآكلين وفي أطعمة إذا اشتريتها ما تكشف عدد الآكلين ولذلك هؤلاء قالوا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً فليشتري طعاماً لا يكشف عدد الأشخاص حتى لا يُعثر عليهم فالقوم يأخذونهم ويفتنونهم ويعذبونهم وكذلك فإن الوكالة إنما كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم أحد بل استدل العلماء بهذه الآية على جواز الشركة لأن الورق كان للجميع فكأنهم قد وضعوا أموالهم في محفظة واحدة فبعثوا أحدكم بورقيكم فصار هذا مجموع المال فدلت الآية على جواز الشركة فلو قال واحد ما حكم الشركة فيقال جائزة وهذا الدليل من الأدلة طيب لو واحد قال ما حكم اجتماع الأشخاص باشتراكات نقدية ليشترى منها طعام الجميع قالوا نحن مجموعة طلاب أو مجموعة حمال بعضهم يسميها عزبة بعضهم يسميها قطية طيب الآن كل واحد يدفع مثلا شهريا مئة ريال واشترا من الصندوق هذا كل يوم وجبة غدا للمجموعة للمجموعة فيهم من يأكل كثير وفيهم من يأكل قليل فهل يجوز وإلا فيها ظلم هذه هل فيها ظلم هل فيها غرر جهالة مثلا لأن بعضهم يأكل أكثر من بعض فيكون واحد اعتدى على الحق الآخرين الجواب لا من الأدلة هذه الآية فابعثوا أحدكم بورقكم يشتري طعاما للجميع إذن اشتركوا هذه عند العلماء تسمى المناهدة المناهدة أن يجمع الجميع مثلا رفقاء في رحلة نريد أن نذهب في رحلة عمرة عشر أشخاص عشرة ادفعوا اشتراكات كل واحد يدفع 200 ريال منها بنزين منها وجبات منها استئجار مكان إذن هذه المناهدة اشتراك الإخوة في الله مع بعض لا بأس بها ولو أكل بعضهم أكثر من بعض لماذا؟ لأن قسمة الأشياء المشتركة بين الإخوان مبنية على المسامحة لأن كل واحد منهم مسامح الثاني لو أخذ من نصيبه شيئا مبنية على المسامحة إذن المناهدة المناهدة القطية هذه مبنية على المسامحة فلا حرج عليه قال تعالى عن الأيتام وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين طيب الواحد إذا كان أخذ من مال اليتيم وأخذ من ماله خرط وجاب أكل للبيت طيب ممكن يعني هو يأكل أكثر من اليتيم ممكن يتيم يأكل أكثر لكن إذا أكل أكثر من اليتيم بدون ما يحس هل عليك حرج قال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم معناها لا حرج عليكم لأن الأخوة الإسلامية تتحمل قضية أن واحد يأخذ أكثر من واحد في الشيء المشترك مداموا راضين والأمور مبنية على المسامحة ودلت على التحرز والاستخفاء عند الفتن أن الإنسان يستخفي ولذلك موسى لما خشي عليه جاء رجل ناصح من أقصى المدينة يهم مصلحة موسى قال يا موسى إن الملاء يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج إذن القصة فيها مشروعية الاختفاء والخروج فراراً من العدو ولكي يبذل الإنسان أسباب السلامة إذا اختفى بعض الأئمة الإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهم اختفوا لما طلبوا طلبهم بعض السلاطين فاختفوا فكان من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام اختفى في الغار مع الصديق وأهل الكهف اختفوا في الكهف من قومهم أهل البطش وفي هذه القصة حسن تعويض الله لمن ترك شيئاً له لقد ترك هؤلاء الفتية أهلهم أبلدهم أدورهم ولكن الله عوضهم بالإيمان والدين وخلد ذكرهم في كتابه خلد ذكرهم قصة تقرأها الأجيال إلى قيام الساعة وكذلك نجد في هذه القصة أن الإنسان مأمور بذكر الله عند النسيان لأن الله قال واذكر ربك إذا نسيت فذكر الله يقوي الذاكرة وذكر الله يحفظ من المعاصي إذا نسيت نسيت الله وإذا نسيت أي شيء اذكر ربك إذا نسيت فهذه طائفة من الفوائد والعبر التي اجتملت عليها هذه القصة نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في كتابه وأن يجعله لنا شفيعاً يوم الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصص القرآن العظيم قصة أصحاب الكهف قال الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدة وهذا النبأ العجيب الذي قصه الله سبحانه وتعالى علينا في هذه السورة وهي السورة الكريمة في نصف القرآن الكريم هذه السورة التي من قرأ فواتحها على المسيح الدجال عصم من شره وذلك لما فيها من هذا النبأ الذي أخبرنا الله به أو الفتية إلى الكهف إنهم شباب صغار فتية في ريعان الشباب يجأرون إلى الله بالدعاء أن يهيئ لهم من أمرهم رشدة أن يثبتهم ويحفظهم من الشر وأن يسر لهم كل سبيل يوصل إلى الخير ويوصد عنهم كل طريق يأتي منه الشر وفي هذا مشروعية الدعاء في حال المحنة والفتنة أن العبد يلجأ إلى الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا تضرعوا وحال هؤلاء الفتية الذين فروا ولجأوا إلى الله عز وجل يقولون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فجمعوا بين الفرار من الفتنة وبين التضرع وسؤال الله أن ييسر أمورهم إنهم لم يتكلوا على أنفسهم بل اتكلوا على ربهم عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد به الأمر يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك موسى عليه السلام لما اشتد عليه الأمر لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي إبراهيم عليه السلام لما جاءت اللحظة الحرجة وألقي في النار قال حسبنا الله نعم الوكيل هذه الكلمة التي قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل لهم إن الناس أي الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم وسيعيدون الكرة عليكم بعد الهزيمة التي صارت في أحد ويستأصيلونكم لماذا يلجأ المؤمنون إلى الله في الشدة لأنه هو كاشف الضر سبحانه وتعالى وإذا كان الله هو الذي يملك الخير ويكشف الضر ويجلب النفع لا يفعل ذلك إلا الله فلماذا لا يلتجئ العباد إليه في أوقات الشدة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إذن هؤلاء فتية كانوا في بلد أهل البلد على الشرك والشرك بالقوة يحملون عليه حملا هداهم الله إلى التوحيد واحدا بعد واحد ما كانوا في عائلة واحدة وإنما تعرف بعضهم إلى بعض ما الذي جمعهم التوحيد هؤلاء الفتية الذين اجتمعوا على الخير واجتمعوا على الحق هؤلاء لما رأوا اضطهاد قومهم وأنهم سيحملونهم على الشرك بالقوة آثروا الفرار بدينهم إن ترك البلد صعب إن هجرة الوطن صعبة إن مفارقة الأهل عسيرة ولكن الله سبحانه وتعالى يسر على أهل الحق عندما يهاجرون ابتغاء وجهه والذي عمله هؤلاء الفتية في الحقيقة هو نوع من الهجرة لأنهم تركوا وطنهم لله فارقوا بلدهم لله تركوا أهلهم لله وخرجوا اجتمعوا في ذلك المكان هؤلاء الله سبحانه وتعالى جعل قصتهم عبرة وجعلها ممتدة موجودة في الأجيال حتى سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتية كانوا في الزمن الغابر ما نبأهم ما خبرهم وهؤلاء ما الذي جمعهم الحق التوحيد الدين هؤلاء القوم أرواح مجندة تعارفت فتآلفت نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية وصفهم بالفتوة قال أهل العربية رأس الفتوة الإيمان هذا ما معنى رأس الفتوة الإيمان أيها الأخوة إن كلمة فتية من جموع القلة في اللغة العربية وجموع القلة يعني أقل من عشرة قال عز وجل إنهم فتية وفتية من صيغ جموع القلة إنهم دون العشرة وسيأتي في التحقيق أنهم سبعة وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا انشطط فالله ثبتهم والله صبرهم والله هداهم ودلهم على الحق والحقيقة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فهو الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا ليست الأوثان ولا الأصنام لقد قلنا إذا انشطط لو قلنا بمثل ما يقول قومنا لبعدنا عن الصوار صارت القضية شطط إن أصحاب الفطرة السليمة يستدلون بتوحيد الربوبية على توحيد الولوهية ما دام الرب هو الخالق الرازق إذن هو الذي يستعق العبادة وحده لا شريك له هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة يشكون إلى الله أمر قومهم المشركين اتخذوا آلهة من دون الله بدون دليل لو لا يأتون عليهم بسلطان بيّن أين الدليل على أن هذه الأصنام آلهة هل ينفعونكم إذ تدعون هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ما هو الحل إذن إذا أطبقت الجاهلية على البلد وصار الجميع على الباطل ولم تنفع النصيحة ولم تفد الدعوة ولا يلد إلا فاجرا كفارة ما هو الحل وإذ اعتزلتموهم نحن نخشى على أنفسنا من قومنا وقومنا لا يستجيبون فما هو الحل لو بقينا معهم فتنون عن ديننا عذبونا ما هو الحل وإذ اعتزلتموهم الهجرة ترك البلد وما يعبدون اعتزلوهم وما يعبدون إلا الله فإنه معكم وأنتم معه تعبدونه فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته إذن هناك حسن ظن بالله أن الله لا يخيب من لجأ إليه وأن الله لا يتخلى عن من آوى إليه ينشر لكم ربكم من رحمته هذا هو حسن الظن بالله وعدم اليأس من رحمة الله قال ويهيئ لكم من أمركم مرفقة فهم يعتزلون أديان أهل الأرض إلا عبادة الله وهم يتبرؤون من كل إله سوى الله ويستشعرون معية الله للمؤمنين ويدعون ربهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدة لما دخلوا إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأووا إليه والإنسان يحتاج إلى مأوى ذهبوا إلى البرية فما الذي يحميهم من وحوش كاسرة أو أعداء أو يختبئون من قومهم الحل هذا الكهف ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يلقي عليهم النوم في الكهف والله يلقي النوم على عباده للطمأنينة كما ألقى النوم على الصحابة في بدر حتى أن ذقن أحدهم تضرب في صدره من النوم الذي نزل وغشيهم وأصحاب الكهف ألقى الله عليهم النوم أيضا النوم راح للأجساد وطمأنينة للقلوب ولذلك ألقى الله النوم على أصحاب الكهف ولكن لا بد من حفظ بأسباب وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم فهي تميل يميناً عنهم عن الكهف وعند غروبها تميل شمالاً لألا ينالهم الحر مباشرةً فتفسد الأبدان وأين كانوا في فجوة منه في متسع من الكهف ليطرقهم الهواء والنسيم ويزول عنهم التأذي بالمكان الضيق مع طول المكث والله عز وجل يحفظهم بحفظه فيسر لهم هذا الكهف وجعل الشمس تميل عنهم يميناً وشمالاً لألا ينالهم حرها مباشرةً وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله وهذا الحفظ صار بالنسبة لهم نوماً وأعينهم مفتوحة لم تنطبق لألا يسرع إليها البلا لأن إذا بقيت ظاهراً للهواء كان أبقى لها ولذلك قال الله وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود فالأعين مفتوحة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فلو لم يقلبهم لأكلتهم الأرض ولتعفنت أجسادهم وهذا من حفظ الله لأبدان أوليائه الصالحين الله يحفظ أوليائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك فهؤلاء لما حفظوا الله حفظهم الله فحفظ أبدانهم وجعل لهم هذا الحارس على باب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فهو جالس خارج الباب والملائكة لا يدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولذلك لم يكن في الداخل وإنما كان في الخارج فأين هذا من الذين يقلدون الكفار اليوم بإدخال الكلاب إلى بيوتهم بدون حاجة وإنما تقليد للغرب وربما وقفت العروس بيدها باقة الزهور وبيدها الأخرى حبل الكل لو اطلعت عليهم لوليت منهم ثراراً ولملئت منهم رعباً ليس هذا بسبب أن شعورهم طالت جداً أو أظفارهم طالت جداً كما يظن البعض ولكن لأن الله ألقى عليهم خوفاً أو ألقى عليهم هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف منهم خاف منهم لو اطلعت عليهم لو الليت منهم فراراً ولملئت ليس لارتعبتاً لملئت منهم رعباً إذن هذه المهابة والخوف الذي يلقيه الله في نفس من اطلع عليهم لألا يمسهم بسوء لو واحد جاء وألقى عليهم نظرة لفر ثراراً ولملئ رعباً ولملئ رعباً مما جعل الله لهم من الهيبة ويحسب ويحسبهم الناظر أيقاظ حفظهم الله سبحانه وتعالى بالرعب الذي نشره في قلب من يطلع عليهم وشاء بعد ثلاثمائة وتسع سنين أن يبعثهم من رقدتهم الطويلة وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم وهذا ما يدل على أن الله حفظ أشكالهم لو كانت الأظافر طويلة جداً والشعور طويلة جداً إذن لقالوا نحن لبثنا عشرات السنين أو مئات السنين لكن كانت مناظرهم طبيعية ولذلك لما تساءلوا بينهم كم يا ترنمنا وكم لبثنا في الكهف كان الجواب يوماً أو بعض يوم إذن هم لم يحسوا بشيء غير عادي كم لبثتم يوماً أو بعض يوم وهذا مبني على الظن والاشتباه ولذلك لما ما حددوا بدقة كم رد الأمر إلى الله قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وهذا رد الأمر إلى الله فيما لا يعلمه الإنسان من أدب المسلم مع ربه ومن اشتبه عليه علم ما لا يعلم رده إلى عالمه المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً وهو علام الغيوب الله سبحانه وتعالى لكن المهم ما هو الآن بعدما استيقظوا من النوم ليس المهم كم لبثوا وإنما المهم العدو الذي اختفوا منه لقد اختفوا من قومهم فاحرصوا أن لا يروكم ولا يشعروا بكم إنهم إن يظهروا عليكم ويطلعوا عليكم يرجموكم ويقتلوكم أو يعيدوكم في ملة بالإكراه ولن تفلحوا إذا أبدا لو رجعتم في الكفر بعد إذ أنقذكم الله منه لكن الله سبحانه وتعالى شاء بحكمته أن يجعل الناس يعثرون عليهم ويكتشفونهم ويعرفون قصتهم وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق أطلع الله الناس على حال أهل الكهف وأراد ربنا أن ينشر فضيلتهم أراد الله أن ينشر فضلهم وأن يعرف الجميع حالهم ولذلك لما شعروا بالجوع وأرادوا طعاما أوصل واحدا منهم أن يذهب بهذا الورق الفضة فيشتري لهم طعاما ويستخفي ويخفي أمرهم لماذا خشية أن يعرف بهم القوم لم يكونوا يعرفون أن قومهم قد ماتوا وجاءت أجيال لكن بقيت القصة موجودة في الأجيال فلما استيقظ القوم أهل الكهف في جيل عنده خضر من من مضى أن هناك فتية خرجوا من البلد واختفوا ولا يدرى ما حالهم خرج مجموعة من الشباب من البلد واختفوا وانقطعت أخبارهم هذا الكلام بقي موجودا في الأجيال الجيل الذي بقي كان في وقتهم بعدما استيقظوا فلما ذهبوا فلما ذهبوا قيل إن الورق أو الدنانير والدراهم كانت تضرب مسكوكة حسب الحاكم وتاريخ ذلك الوقت فلما ذهبوا ليشتروا بالمال الذي معهم يفاجأ البائع أن هذه دراهم قديمة مضروبة هذه أثرية هذه نقود أثرية هذه عملات نادرة فكان هذا الذي لفت النظر واشتهر الأمر وانتشر الخبر هذا من المفقودين هذا من الشباب الأولين وتسامع الناس وجاءوا واجتمعوا وعرفوا الخبر فعظموهم وأكرموهم ولما ماتوا قال الذين غلبوا على أمرهم أي أولياء الأمر في ذلك البلد لنتخذن عليهم مسجدا وليس هؤلاء الحكام في ذلك الوقت من أهل الدين حتى يقال كيف بنوا مشهد على القبر ليسوا حجة قال الذين غلبوا على أمرهم يعني أهل السلطة غلبوا قرار لنتخذن عليهم مسجدا سنبني مسجدا على قبورهم وغير هذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا تعارض مع شرعنا وبما أن شرعنا قد جاء بعدم جواز البناع القبور فحتى لو كان موجودا فحتى لو كان موجودا في شرع من قبلنا جواز البناع القبور حتى لو كان على فرض فإن شرعنا قد جاء بخلافه لعن الله اليهود والنصار اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أولئك كانوا إذا كان فيهم رجل الصالح مات بنوا على قبره مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا لكن لماذا أعثر الله عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة أتية لا ريب فيها وأن مهما مات الناس ومهما بقوا في القبور فإن الله سيبعثهم وهذا مشهد يقرب الأمر ناس ناموا ثلاثمائة سنة وبعثهم الله فالذي ينام أكثر من ذلك يموت فإن الله يبعث الرقد التي في القبر يبعث الله أهلها كم عددهم أهل الكتاب عندهم ممارات وعندهم جدل وعندهم نقاشات كثيرة في الموضوع سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغير ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم الله عز وجل حكى ثلاث أقوال حكى ثلاثة أقوال في اثنين منها قال رجما بالغير والثالث ما قال عنه رجما بالغير ابن عباس رضي الله عنه قال أنا من القليل أنا من القليل ما يعلموا إلا قليل كانوا سبعة وثامنهم كلبهم كانوا سبعة لماذا؟ لأن الله لما حكى الأقوال حكى ثلاث أقوال فقط ثلاثة أقوال فقط القول الأول ثلاثة رابعهم كلبهم القول الثاني خمسة وسادسهم كلبهم القول الثالث سبعة وثامنهم كلبهم في قولين منها أتبعه بأنه رجم بالغير كلام بغير دليل رجم بالغير سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغير ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فما فيه إلى ثلاث أقوال اثنين منها رجم بالغير فمعناها الثالث هو الصحيح وعلى أي حال لو قال واحد طيب الآن نحن عرفنا نحن ثلاثمائة واحد عرفنا نقول ولو ولو عرفنا سيبقى الذين يعلمونهم بالنسبة للذين لا يعلمونهم قليل ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا غاهرا يعني خفيفا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إذن أهل الكتاب هؤلاء أهل الكتاب لا يأخذ عنهم العلم ولا يجوز استفتاؤهم ولا اللجوء إليهم ولا الذهاب إليهم لطلب العلم المقصود علم الدين وعلم أنباء من قد سبق ولا تستفت فيهم في أهل الكهف منهم من أهل الكتاب أحدا وقد كانت هذه القصة العجيبة بدلالاتها وفوائدها وعبرها آية للمؤمنين يعرفون بها كيف ينال أهل الخير البركة بصحبة الأخيار من صاحب الأخيار ذكر معهم وهؤلاء صار لهم شأن بل إن كلبهم قد ذكر في القرآن لأنه صاحب الأخيار فإذا كان كلب صار بهذه الدرجة لمخالطته أولياء الله الصالحين وحراستهم فما ظنك بالمؤمنين المحبين للصالحين الذين يخالطونهم ولذلك أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة ولذلك فرح الصحابة فرحا شديدا جدا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت وقال قائلهم أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر ولم أعمل بعملهم وأرجو أن أحشر معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت فهذه فائدة محبة الصالحين ومخالطة الصالحين وصحبة الصالحين والأخيار وأن يكون الإنسان معهم لقد خلّب الله ذكر الكلب في القرآن لأنه صحبة الصالحين فما بالك بمن كان من أهل الإيمان والدين وصحبة الصالحين فكيف أثرت الصحبة في البهائم فإنها تؤثر في الأخيار في الأبرار من باب أولى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فلنحرص على مجالسة الأخيار ومؤاخات الأبرار ومحبة الصالحين والخلطة بالمتقين لعل الله يحشرنا معهم يوم الدين وقال أحد السلف أين مثل الأخ الصالح إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف والأخ الصالح ينفرد بالحزن مهتما بما قدم أخوه عليه وما صار إليه يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر وهو تحت أطباق الثرى يعني أن الأخ الصالح يدعو لأخيه الذي مات وربما يكون أهل همهم في ماله وثركته وإرثه وبيته لا يلتفتون إليه ولا يهتمون به كما يهتم به أخوه الصالح وكذلك فإننا نرى من هذه القصة أن مدة اللبث كانت ثلاثمائة سنة ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا بعضهم قال ثلاثمائة سنة شمسية تساوي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية لكن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله بأي تقدير الله عز وجل موغست سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لا إنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب أما أشهر الحج فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة إنما الأشهر الحجة ومحرم متوالية ورجب الفرد المسمى برجب مضر لأنهم كثيرا ما كانوا يعظمونه في الجالية إذن لبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين قمرية هذا هو الأصل هذا هو الأصل ثلاثمائة وازداد وتسع قال بعضهم ثلاثمائة في الكهف وتسع بعد ما خرجوا من الكهف قل الله أعلم بما لبثوا ثلاثمائة ثلاثمائة وتسعة بالنسبة لنا كعبرة لا يهمنا ثلاثمائة ثلاثمائة وتسعة المهم من طوت عليه القصة من الفوائد العظيمة والجليلة القيمة الكبيرة في هذه الدروس العظيمة التي انطوت عليها القصة كيف أن الشباب أهل الإيمان أسرع إقبالاً على الحق من الشيوخ كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا هدى الشباب تمسكوا أكثر من غيرهم وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكثرهم شباباً أسرع في الإجابة للدعوة لأن الشيوخ قد عتوا في الباطل واستمروا عليه فترة طويلة فلذلك كان تأثرهم قليلاً وأكثر من تابع النبي عليه الصلاة والسلام من الشباب نرى من القصة كيف أن الإيمان يزيد وينقص إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نرى من القصة كيف يتعارف المؤمنون ويجتمعون وعندما تكون العقيدة واحدة يكون الطريق واحداً عندما يكون التوحيد يوحد الصفوف فإن هؤلاء يجتمعون بغض النظر عن قبائلهم وأنسابهم وبالبلدانهم وجنسياتهم قال تعالى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ الْجُنُودِ الْمُجَنَّذَةِ الَّتِي تَتَآلَفْ وَتَتَعَارَفْ ما كانت على العقيدة الواحدة والدين الواحد فأهل الخير يتعارفون ولو كانوا ويتآلفون ولو كانوا من بلدان شتى فإذا رأيته في الحج جرد ما تعرف أن هذا إنسان مسلم على الدين والتوحيد والعقيدة الصحيحة كأنك تعرفه من زمان وهكذا تآلف أصحاب الكهف ثم الصدع بالحق أمام أهل الباطل هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلها وقرروا الخروج من الفتنة واعتزال الكفر وأهل الكفر إذن عزلة المسلم وفراره بدينه من الفتن هذه سنة متبعة من زمان أن الإنسان يفر المسلم إذا عجز عن مواجهة هؤلاء يفر بدينه منهم والنبي عليه الصلاة والسلام لما يأس من كفار قريش خرج منهم ومعه أبو بكر الصديق وكذلك المهاجرون تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم ودورهم تركوا أقاربهم وقبيلتهم وآووا إلى المدينة كما آوى هؤلاء إلى الكهف إن العزلة في مكان بعيد عن الناس عندما تملأ الأرض كفراً هي مرحلة زمنية معينة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر المطر يفر بدينه من الفتن إذن يأتي على الناس وقت الفرار بالدين من البلد متعين لأن الكفر يطبق حتى يأذن الله بالفرج والقصة تدل على اتخاذ الأسباب المشروعة وتدل على البركة في رفقة أهل الخير وتدل هذه القصة الحث على العلم والمباحث فيه مع أهله أما إذا كانوا جهلاً أو يدعون العلم وليس عندهم علم لا تستفت فيهم منهم أحداً فلا يجوز استفتاء الجاهل ولا من ليس عنده علم ويجب على المسلم الكف عن الخوض فيما لا يحيط به وما أتيتم من العلم إلا قليلاً والقصة فيها فائدة فقهية في جواز الوكالة في البيع والشراء أو قالوا واحد ما حكم الوكالة في البيع ما حكم الوكالة في الشراء دلت القصة على مشروعية الوكالة وجواز الوكالة من أين نأخذها؟ فابعثوا أحدكم بورقكم الورق الفضة غير الورق الورق الفضة بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً إذن يأتي به ويتلطف يتلطف ولا يشعرن بكم أحداً يعني لو اشترى رز مثلاً يكفي عدد كثير ولا يلفت النظر فلانت لو اشتريت مثلاً كيلو رز كم يكفي؟ كذا شخص لكن لو اشتريت كيلو رز هل واحد يقول أنت عندك كذا شخص؟ لا ليس بالضرورة إذن في أطعمة تكشف عدد الآكلين وفي أطعمة إذا اشتريتها ما تكشف عدد الآكلين ولذلك هؤلاء قالوا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً فليشتري طعاماً لا يكشف عدد الأشخاص حتى لا يُعثر عليهم فالقوم يأخذونهم ويفتنونهم ويعذبونهم وكذلك فإن الوكالة إنما كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم أحد بل استدل العلماء بهذه الآية على جواز الشركة لأن الورق كان للجميع فكأنهم قد وضعوا أموالهم في محفظة واحدة فابعثوا أحدكم بورقيكم فصار هذا مجموع المال فدلت الآية على جواز الشركة فلو قال واحد ما حكم الشركة فيقال جائزة وهذا الدليل من الأدلة طيب لو واحد قال ما حكم اجتماع الأشخاص باشتراكات نقدية ليشترى منها طعام الجميع قالوا نحن مجموعة طلاب أو مجموعة حمال بعضهم يسميها عزبة بعضهم يسميها قطية طيب الآن كل واحد يدفع مثلا شهريا مئة ريال واشترا من الصندوق هذا كل يوم وجبة غدا للمجموعة فيهم من يأكل كثير وفيهم من يأكل قليل فهل يجوز ولا فيها ظلم هذه هل فيها ظلم هل فيها غرر جهالة مثلا لأن بعضهم يأكل أكثر من بعض فيكون واحد اعتدى على الحق الآخرين الجواب لا من الأدلة هذه الآية فابعثوا أحدكم بورقكم يشتري طعاما للجميع إذا اشتركوا هذه عند العلماء تسمى المناهدة المناهدة أن يجمع الجميع مثلا رفقاء في رحلة نريد أن نذهب في رحلة عمرة عشر أشخاص عشرة يدفعوا اشتراكات كل واحد يدفع 200 ريال منها بنزين منها وجبات منها استئجار مكان إذن هذه المناهدة اشتراك الإخوة في الله مع بعض لا بأس بها ولو أكل بعضهم أكثر من بعض لماذا؟ لأن قسمة الأشياء المشتركة بين الإخوان مبنية على المسامحة لأن كل واحد منهم مسامح الثاني لو أخذ من نصيبه شيئا مبنية على المسامحة إذن المناهدة القطية هذه مبنية على المسامحة فلا حرج عليه قال تعالى عن الأيتام وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ معناها لا حرج عنكم لأن الأخوة الإسلامية تتحمل قضية أن واحد يأخذ أكثر من واحد في الشيء المشترك ماداموا راضين والأمور مبنية على المسامحة ودلت على التحرز والاستخفاء عند الفتن أن الإنسان يستخفي ولذلك موسى لما خشي عليه جاء رجل ناصح من أقصى المدينة يهم مصلحة موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج إذن القصة فيها مشروعية الاختفاء والخروج فراراً من العدو ولكي يبذل الإنسان أسباب السلامة إذن اختفى بعض الأئمة الإمام أحمد وصفيان الثوري وغيرهم اختفوا لما طلبوا طلبهم بعض السلاطين فاختفوا فكان من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام اختفى في الغار مع الصديق وأهل الكهف اختفوا في الكهف من قومهم أهل البطش وفي هذه القصة حسن تعويض الله لمن ترك شيئاً له لقد ترك هؤلاء الفتية أهلهم أبلدهم أدورهم ولكن الله عوضهم بالإيمان والدين وخلت ذكرهم في كتابه خلت ذكرهم قصة تقرأها الأجيال إلى قيام الساعة وكذلك نجد في هذه القصة أن الإنسان مأمور بذكر الله عند النسيان لأن الله قال واذكر ربك إذا نسيت فذكر الله يقوّل ذاكرة وذكر الله يحفظ من المعاصي إذا نسيت نسيت الله وإذا نسيت أي شيء اذكر ربك إذا نسيت فهذه طائفة من الفوائد والعبر التي اجتملت عليها هذه القصة نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في كتابه وأن يجعله لنا شفيعا يوم الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا